موسيقى موسيقى بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين الحلقة الثانية اللي اضطهاد باسم الدين سلام ونعمة أخواني وأخواتي في المسيح يسوع وأخواني العراقيين المسيحيين مظلومين ومضطهدين عبر التاريخ في العراق احنا أهل بغداد والموصل والحلة وكربلاء والنجف احنا أهل تكريت والتاريخ يشهد وإلى هذا اليوم آثار الكنائس موجودة في العراق وكل مناطق العراق أول ما راحقنا سلبونا أراضينا اللي راحت وبعدها أهلنا وناسنا البلد صار غريب احنا أهل العراق كاثوليك وأرثدوكس وسريان وأرمن إنجليين وآشوريين وكلدان هسه صرنا غرباء في البلد العالم المتقدم اللي نسميه الدول الكافرة أو الكفرة إذا ضاع حيوان يعلقون صورة بكل مكان وإذا مات يحزنون عليها وإذا مريض يحيرون اليا دكتور يودوه وإحنا نخلي صور أمواتنا والتاهين من البشر والأطفال ونخلي إعلانات عن الضائعين والمخطوفين يعني ماكو رحمة عندنا لا على إنسان ولا حيوان والموضوع مستمر وماكو رحمة وإحنا عساس بلد الإيمان بلد الأنبياء والدول المتقدمة أي الدول الأوروبية هم بلد الكفار اللي إحنا ناخذ مساعدات من عندهم لو نطلب اللجوء يومهم أنا أسمع عن حقوق الحيوان وشون يتعاملوا إياه في بعض الدول إذا حيوان عنده مشكلة تروح سيارة إسعاف وشرطة وأطفاء ويجون أهل حقوق الحيوان وتفرج على منظمة يقولون اسمها حقوق الإنسان لما إنسان يتعب لو يتمرض يساعدوه لو محتاج حماية يحموه وإذا صار شي لهالحقوق تنقلوا بالدنيا وتبدي الجرائد والإعلام والتلفزيون والمحطات والإذاعة تحتي وتنشر الخبر وتتخذ الدولة إجراءات ويمكن يصير حرب عالمية ثالثة يمكن بس غريبة اللي دي يصير شي جديد أشو تم تحرير العراق من الطاغية مثل ما يقلون بس رجعت الوجوه مصبوغة بغير لون أقنعة لبسوا أقنعة الخداع إذا كان أكو طاغية واحد هستاهت الحسبة ما نعرف منه إيانا ومنه علينا إذا كان نريد حقوق الإنسان هست حتى حقوق الحيوان ما عندنا ونشوف هذا لما الإنسان أرقى مخلوقات الله يضطهد بإسم الدين أو القومية لو علموا شنو مكتوب بالهوية وينقتل لو ينباع مقابل فلوس لو ينباع كعبد أو عبده ويستخدم لتلبية رغباته رغبات الإنسان يعني ماك لا حقوق حيوان ولا حقوق إنسان هذا هو الإنسان اللي قال علي الله في سفر التكوين واحد ستة وعشرين إلى تسعة وعشرين وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فتسلطون على سمك البحر وعلى طيور السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهما وباركهما الله وقال لهما اثمروا وأكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طيور السماء وعلى كل حيوانات يدب على الأرض أنتم فاهمين الشغل غلط هل يقوم الإنسان بما أوصى به الله هل الإنسان متسلط على الحيوان أم على أخيه الإنسان هل نخضع الحيوان أم نخضع الإنسان هل نأكل من الأرض ونأكل من المخلوقات أم نأكل بعضنا البعض ونقتل بعضنا البعض هل نثمر ونكثر أم نسلب أرواح الناس وهذا كله باسم الدين لو القومية لو شوف شنو مكتوب بالهوية هذا ما حدث في العراق وما زال مستمر الله قال اثمروا وأكثروا وإحنا نقتل ونذبح بعضنا البعض ونطبر بعضنا البعض وهاي شغلة بالجديد بعضنا البعض باسم الدين قال تسلطوا على الأرض وإحنا نتسلط على بعضنا البعض الله ميزنا وخلقنا على صورته وإحنا نخرب هاي الصورة الجميلة باسم الدين أول حادثة قتل كانت بين أخ وأخيه والسبب كان الغرور والكره والكبرياء والحقد والطمع وهذا حالنا في البلد ندعي بالأخوة لكن لسنا سوى سفاحين ومجرمين أيدينا مليانة بدم أخوتنا وكل هذا باسم الدين الله خلق الإنسان لأنه هو يحب الإنسان نحن صنعت يدي الله ومكتوب في زكريا 2-8 لأنه هكذا قال رب الجنود بعد المجز أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم لأنه من يمسكم يمس حدقة عين الله أخي وأختي في المسيح عزيزي المشاهد أخواني وأخواتي العراقين الله يتكلم إله السماء والأرض يقول لكم إلى الذين سلبوكم ويمسونكم أنهم يمسون حدقة عين الله ورد ويقول في عدد تسعة لأن هانذا أحرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم فتعلمون أن رب الجنود قد أرسلني الرب أرسلني اتعظوا يا من تخصبون وتسرقون وتقتلون بإسم إلهكم بإسم دينكم الرب أرسلني فتوبوا وآمنوا بالإنجيل قبل فوات الأوان لأن الديان جاي المسيح جاي ومكتوب عنه اللي يدين الأحياء والأموات وإلى شعب الرب في عدد عشرة يقول الرب ترنمي وافرحي يا بنت صحيون لأن هانذا آتي وأسكن في وسطكي يقول الرب سيأتي الرب على العراق أقصد المؤمنين من شعب العراق وأهل العراق الله لا يعطي وعد بدون تنفيذ الله سيأتي إلى أرض العراق الله يعطي الوعد لشعبه وأولاد الرب هذا وعد إلى أهل العراق اتخذ هذا الوعد لحياتك وصلي وطالب الرب بي اتخذ الوعد من أجل أهلك وأصدقائك وبيتك اتخذ هذا الوعد من أجل العراق والعراقيين وأرض العراق يكون عندكم فرح والرب حيكون ساكن في وسطنا ويكون عندنا سلام المسيح خلونا كنا نكون رسالة الله خلونا نكون رسالة السلام خلونا كنا نصرخ ونطالب بأقل شيء هو حقنا الحرية من كل فكر أو اضطهاد الحرية من كل عقيدة وطائفية دمرت حياتنا ودمرت حياة بلدنا وأهلنا الحرية من كل سياسة تقيدنا وترجعنا إلى التخلف الحرية باختيار الدين أخي الطائفي أو المتطرف أو الذي تدعي أنك تعمل كلمة الله بقتلك أخيك الإنسان بسبب الكره أو الشر اللي بداخلك أو التخلف اللي أنت به بسبب اتباعك لشخص فاشل بسبب دينك الله ما محتاجك الله ما يريد قديسين عندهم اسلاح وشعارهم القتل والدمار أو قديسين خارقين أو يحملون شعارات ورايات الله وكبر هو يبحث عن الأصغر والضعيف الله يريدك أن تحب وتساعد وتنصف بحق مو بقتل إذا أنت تحب إرادة الله وتريد إرادة الله فأنت تستمت قوتك من الله وليس من الإسلاح اللي بيدك والجهل اللي بعقلك الله ما محتاجك بسلاحك الله هو قوتنا في مزمور 37-17 مكتوب لأن سواعد الأشرار تنكسر وعاضدي الصديقي الرب حيجي يوم اللي تنكشف وتنكسر إيد الشر ويرجع الصديق محمي إلى بيت الرب مرفوع الراس وإنت اللي تقتل بإسم الدين وتسلب بإسم الدين ماك مكان إلك يكون مكانك البكاء وصرير الأسنان أعزائي المشاهدين ما هو عمل الله وإرادة الله هل رجم المسيح الزاني أو السامرية هل ضربها هل المسيح لطم أحد أم أمر بضرب أحد أو قتل أحد هل سب المسيح من صلبه هل قتل المسيح من شك فيه مثل بطرس هل قطع يد اللص المصلوب بسبب السرقة أو التعدي عليه الله محبة إلهنا إله محبة يطهر يغفر يسامح يعلم يرشد مو يقتل لو يعذب قال المسيح قد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل هل خلطنا بين المال والله والسياسة إحنا شعب نحكي بالدين والحق والسياسة والعدل والقانون أريد أشوف هذا القانون والدين اللي نحكي به وين الدين والحق أجمتني مقولة إلى أحد السادة من إخواننا الشيعة السيد أياد جمال الدين يقول الإسلام الشيعي والإسلام السني كلاهما يريدان تطبيق الشريعة من وجهة نظرهم والخلاف هو أمر واحد هو أن يكون الحاكم من فقط هذا الخلاف مع احترامي وتقديري إلى أخوتي الشيعة والسنة قال الرب يسوع السارق لا يأتي إلا لكي يسرق ويذبح ويهلك أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليس موت أكو فرق بين عمل الله والسارق إش وقت يا ناس يا عالم اتميزون إش وقت انفرق عمل الله الله يعطي حياة ونور وليس موت ولا ظلام إش وقت عاد اتميزون بين الظلمة تعبدا من مشاهدة الدم والدمار خلونا نتحت ضد الشر اللي في بلدنا شوكت نعترض ونحتج احتجينا لما منعوا المشروب بس من انباقينا وراح الشرف وراحة أراضينا قاموا ويكتلون بينا ما جينا واجتمعنا واحتجينا هس من منعوا المشروب حتى فيديوهات سوينا واعترضنا واحتجينا لكن هل نحتج ونثبت ونشارك بكلمة الرب الكتاب المقدس لما يكون أدنهم هم في دواخنة نقول تعزياتك يا رب تلذذ نفسي تحويني اتغيرني يا رب خلونا نركع مع بعض ونصرخ صرخة كبيرة ونضرع إلى الرب إلى القدير هو واحدة اللي يقدر يعيننا لأن مكتوب عنا المعين هو الوحيد اللي يقدر يعيننا في بطرس الأولى خمسة سبعة مكتوب ملقين كل همومكم عليه لأنه يعتني بكم خلونا نختم بالصلاة يا رب الكون تعال على القلوب المتحجرة وفتح عيونهم ونور قلوبهم ونظف يا رب الشر اللي بيهم وتعال على الناس اللي عندهم مفقودين وعزيهم لأن مكتوب عنك أنك تعزي الحزانة وعاضد الساقطين وشافي المنكسرين القلوب تعال يا رب ورحمنا ورحم أهلنا وبلدنا باسم يسوع المسيح نطلب وشعب الرب يقول آمين ستكون الحلقة القادمة الحلقة الثالثة نون ميم لام نون نحن مسيحيون لا نصارى رسالة إلى داعش مع قناة الحياة المسيحية نحن صوت لمن ليس له صوت أعزائي مشاهدي قناة الحياة إلى اللقاء بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر